الانجيل حسب مرقص الفصل الاول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في اشعياء النبي ها انا ذا ارسلوا امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب جعلوا سبله قويمة ظهر يوحن المعمدان في البرية ينادي بمعمودية التوبة لغفران الخطايا وخرج اليه جميع بلاد اليهودية واهل ارشاليم وكانوا يعتمدون منه في نهر الاردن معترفين بخطاياهم وكان يوحن يلبس وبر الابل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكلوا جرادا وعسلا برية وكان ينادي قائلا يأتي بعدي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان انحني واحل سيور حذائه انا عمدتكم بالماء واما هو فسيعمدكم بالروح القدس وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحن في الاردن وفي الحال وهو صاعد من الماء رأى السماوات تنشق والروح مثل الحمامة نازلا عليه وجاء صوت من السماوات قائلا انت ابن الحبيب بك سررت وفي الحال قاده الروح الى البرية وظل هناك في البرية اربعين يوما يجربه الشيطان وكان مع الوحوش وكانت الملائكة تخدمه وبعدما ألقي القبض على يوحن جاء يسوع الى الجليل يبشر بانجيل الله ويقول قد تم الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالانجيل وفيما كان ماشيا عند بحر الجليل ابصر سمعان واندراوس اخ سمعان يلقيان شبك في البحر فانهما كانا صيادين فقال لهما يسوع اتبعاني فأصيركما صيادي الناس ففي الحال تركا شباكهما وتبعاه واذ تقدم من هناك قليلا رأى يعقوب بن زبدي ويوحن اخاه وهما في القارب يصلحان الشباك وللحال دعاهما فتركا اباهما زبدي في القارب مع الاجراء وتبعاه ثم دخلوا كفر ناحوم وفي الحال دخل المجمع في السبت واخذ يعلم فدهشوا من تعليمه لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب واذا كان في مجمعهم رجل به روح نجس فصاح قائلا ما لنا ولك يا يسوع الناصري اأتيت لتهلكنا انا اعرف من انت انك قدوس الله فانطهره يسوع قائلا اصمت واخرج منه فصرعه الروح النجس وصاح بصوت جهير وخرج منه فذهل الجميع حتى تساءلوا فيما بينهم قائلين ما هذا تعليم جديد فانه ايضا يأمر الارواح النجس بسلطان فتطيعه فذاع خبره للحال في كل البلاد المحيطة في اقليم الجليل وحالما خرجوا من المجمع جاءوا الى بيت سمعان واندراوس مع يعقوب ويوحن وكانت حماد سمعان متجعة محمومة وفي الحال اخبروه عنها فتقدم واقامها ممسكا بيدها فتركتها الحمى واخذت تخدمهم وفي المساء عند غروب الشمس احضروا اليه جميع المرضى والذين بهم شياطين واجتمعت المدينة كلها عند الباب فشفى كثيرين كانوا مرضى بامراض مختلفة واخرجى شياطين كثيرين ولم يبع الشياطين يتكلمون لانهم عرفوه وقام باكرا جدا والليل باق وخرج وذهب الى موضع خلاء وكان يصلي هناك فسار سمعان والذين معه في اثره فوجدوه وقالوا له ان الجميع يطلبونك فقال لهم لنذهب الى مكان اخر الى القرى المجاورة لابشر هناك ايضا لاني لهذا خرجت فذهب يبشر في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين واتى اليه ابرس ضارعا وجفى وقال له ان اردت تقدر ان تطهرني فتحنن يسوع عليه ومد يده ولمسه وقال له اريد فاطهر وللحال وللحال ذهب البرس عنه وطهر فحذره بشدة وصرفه في الحال وقال له انظر ان لا تقول لاحد شيئا بل اذهب اري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما امر به موسى شهادة لهم واما هو فخرج واخذ ينادي كثيرا ويذيع الخبر حتى لم يعد يسوع يقدر ان يدخل مدينة ظاهرا بل ظل خارجا في موادع خالية وكانوا يأتون اليه من كل ناحية الانجيل حسب مرقص الفصل الثاني ثم بعد بضعة ايام عاد فدخل كفر ناحوم وسمع انه في بيت فاجتمع اليه كثيرون بحيث لم يبقى موضع ولا حتى ما حول الباب وكان يخاطبهم بالكلمة وجاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعة واذ لم يقتروا ان يحدروه اليه بسبب الجمع كشفوا السقف حيث كان وبعدما نقبوه دلوا الفراش الذي كان المفلوج متجعا عليه فلما رأى يسوع ايمانهم قال للمفلوج يا بنيا مغفورة لك خطاياك وكان قوم من الكتب جالسين هناك يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا انه يجدف من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده وفي الحال اذ علم يسوع في روحه انهم يفكرون هكذا في انفسهم قال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم اي ايسر ان يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك ام ان يقال قم واحمل فراشك وامشي ولكن لكي تعلم ان الابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج لك اقول قم واحمل فراشك واذهب الى بيتك فقام وفي الحال حمل الفراش وخرج قدام الكل حتى ذهل الجميع ومجد الله قائلين ما رأينا قط مثل هذا وعاد فخرج الى البحر وات اليه كل الجمع وكان يعلمهم وفيما هو مجتاز رأى لاوي بن حلف جالسا في مكتب جباية الضرائب فقال له اتبعني فقام وتبعه وفيما هو متكئ الى المائدة في بيته كان كثيرون من جباة الضرائب والخطاط متكئين مع يسوع وتلاميذه فانهم كانوا كثيرين وقد تبعوه وعما كتبت الفرسيين فلما رأوه يأكل مع الجبات والخطاط قالوا لتلاميذه ما باله يأكل مع الجبات والخطاط فلما فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى لم اتي لأدعو ابرارا بل خطاطا وكان وكان تلاميذ يحنى والفرسيون يصومون فجاءوا وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يحنى وتلاميذ الفرسيين وأما تلاميذك فلا يصومون فقال لهم يسوع هل يستطيع بن العرس ان يصوموا والعريس معهم مادام العريس معهم لا يستطيعون ان يصوموا ولكن ستأتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في ذلك اليوم ليس احد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق وإلا فالقطعة الجديدة تأخذ من العتيق فيصير المزق اسوأ وليس احد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيق لألا تشق الخمر الجديد الزقاق فالخمر تراق والزقاق تتلف بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة وكان مجتازا في السبت بين الزروع فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون فقال له الفرسيون انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل فقال لهم اما قرأتم قط ما فعل داود حين احتاج وجاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله في عهد ابي اثار رئيس الكهنة واكل خبز التقدم الذي لا يحل اكله الا للكهنة واعطى ايضا للذين كانوا معه ثم قال لهم انما جعل السبت لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت ولهذا فابن الانسان هو رب السبت الانجيل حسب مرقص الفصل الثالث ثم دخل ايضا مجمعا وكان هناك رجل يده يابس وكانوا يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يشكوه فقال للرجل الذي يده يابس قم الى الوسط وقال لهم هل يحل في السبت فعل الخير ام فعل الشر تخلص نفس او قتلها ولكنهم صمتوا فنظر حوله اليهم بغضب حزينا على صلابة قلوبهم وقال للرجل مد يدك فمدها فعادت يده صحيحة فخرج الفرسيون وفي الحال تشاور عليه مع الهيرودوسيين لكي يهلكوه فاعتزل يسوع مع تلاميذه الى البحر وتبعه جمع كثير من الجليل وكذلك من اليهودية ومن اورشليم ومن ادومية ومن عبر الاردن وممن حول صور وصيداء جمع كثير السمعوا بما صنع اتوا اليه فاخبر تلاميذه ان يلازمه قارب صغير بسبب الجمع لان لا يزحموه لانه كان قد شفى كثيرين حتى تهافت عليه كل من به داء ليلمسه وكانت الارواح النجسة اذ نظرته تخر له وتصرخ قائلا انت ابن الله فامرهم بشدة ان لا يظهروه ثم صعد الى الجبل ودع اليه الذين ارادهم فذهبوا اليه وعين اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليبشروا ويكون لهم سلطان على اخراج الشياطين فعين الاثني عشر سمعان وجعل له اسم بطرس ويعقوب بن زبدي ويوحن اخا يعقوب وجعل لهما اسم بوانرجس اي ابني الرعد واندراوس وفي لبوس وبرثلو ماوس ومتى وطومة ويعقوب بن حلفي وتداوس وسمعان الغيور ويهوذ الاسخريوطي الذي اسلمه ثم اتى الى البيت فاجتمع ايضا الجمع حتى لم يقدروا ولا ان يأكل خبزا ولما سمع اقرباؤه خرجوا ليمسكوه لانهم قالوا انه شارد العقل واما الكتب الذين نزلوا من اورشليم فقالوا ان فيه بعل زبول وانه برئيس الشياطين يخرج الشياطين فدعاهم اليه وكلمهم بامثال قائلا كيف يقدر شيطان ان يخرج شيطانا وان انقسمت مملكة على ذاتها فلا تقدر تلك المملكة ان تثبت وان انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت ان يثبت وان قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر ان يثبت بل يسير الى نهايته لا يستطيع احدا ان يدخل بيت قوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا وعنده اذن ينهب بيته الحق اقول لكم ان جميع الخطايا والتجاديف التي يجدف بها بن البشر ضغفر لهم ولكن من يجدف على الروح القدس فلا مغفر له الى الابد بل هو مرتكب خطية ابدي لانهم قالوا ان فيه روحا نجسا وجاءت امه واخوته وبينما كانوا واقفين خارجا ارسلوا اليه يدعونه وكان جمع جالسا حوله فقالوا له هو ذا امك واخوتك خارجا يطلبونك فاجابهم قائلا من امي واخوتي واجال نظره في الجالسين حوله وقال ها امي واخوتي لان من يصنع مشيئة الله هو اخي واختي وامي الانجيل حسب مرقص الفصل الرابع واخذ ايضا يعلم بجانب البحر فاجتمع اليه جمع كثير جدا حتى انه دخل قاربا وجلس فيه على البحر وكان الجمع كله بجانب البحر على البر وكان يعلمهم امورا كثير بامثال وقال لهم في تعليمه اسمعوا هو ذا الزارع قد خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور والتهمته وسقط اخر على ارض حجرية حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا اذ لم يكن له عمق تربة ولما اشرقت الشمس احترق واذ لم يكن له اصل يبس وسقط اخر بين الشوك فطلع الشوك وخمته ولم يعطي ثمرا وسقط اخر في التربة الجيدة فارتفع ونمى واعطى ثمرا واتى بعض بثلاثين وبعض بستين وبعض بمئة وقال من له اذنان للسمع فليسمع ولما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثني عشر عن الامثال فقال لهم قد اعطي لكم ان تعرف سر ملكوت الله واما اولئك الذين من خارج فكل شيء لهم بامثال لكي ينظروا نظرا ولا يبصروا ويسمعوا سمعا ولا يفهموا لال ليرجعوا فيغفر لهم وقال لهم اما تفهمون هذا المثل فكيف تعرفون سائر الامثال فالزارع يزرع الكلمة وهؤلاء هم الذين على الطريق حيث تزرع الكلمة وحينما يسمعون يأتي الشيطان للحال وينزع الكلمة المزروعة فيهم وكذلك هؤلاء الذين زرعوا في الاراضي الحجرية فإنهم حينما يسمعون الكلمة يقبلونها في الحال بفرح وليس لهم أصل في ذواتهم بل هم إلى حين ثم إذا حد صديق أو اتهاض بسبب الكلمة ففي الحال يعثرون وآخرون وآخرون هم الذين زرعوا بين الشوك هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة ولكن هموم الدهر وخداع الغنى واشتهاء سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر وأولئك الذين زرعوا في الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويسمرون بعض سلاثين وبعض ستين وبعض مئة وقال لهم هل يؤت بالسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير أليس ليوضع على المنارة لأنه ليس شيء خفي إلا ليظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلن إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع وقال لهم تبصروا فيما تسمعون بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويتزادون لأن من له سيُعطى وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه وقال يشبه ملكوت الله إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار ينبت وينمو وهو لا يدري كيف فالأرض من ذاتها تأتي بسمر أولا ساقا ثم سنبلة ثم حنطة من السنبلة وأما متى ندج السمر فللحال يعمل فيه المنجل لأن الحصاد قد حان وقال بماذا نشبه ملكوت الله أو بأي مثل نمثله إنه مثل حبة خردل التي تكون حين تزرع في الأرض أصغر جميع البذور التي على الأرض ولكنها متى زرعت تنمو وتصير أكبر جميع الأعشاب وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تأوي إلى ظلها وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسب ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا وبدون مثل لم يكن يكلمهم وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء وفي ذلك اليوم عند المساء قال لهم لنعبر إلى الشاطئ الآخر وإذ تركوا الجمع أخذوه معهم كما كان في القارب وكانت معه أيضا قوارب أخرى فحدثت عاصفة ريح شديدة وكانت الأمواج تندفع إلى القارب حتى أخذ يمتلئ وأما هو فكان في المؤخر نائما على الوسادة فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك فاستيقظ وانتهر الريح وقال للبحر اهدأ اسكن فسكنت الريح وصار هدوء عظيم وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا أليس لكم إيمان بعد فخاف خوفا عظيما وأخذ بعضهم يقول لبعض من هو هذا حتى إن الريح والبحر يتيعانه الإنجيل حسب مرقص الفصل الخامس وجاءوا إلى الجانب الآخر من البحر إلى إقليم الجراسيين ولما خرج من القارب في الحال استقبله من القبور إنسان به روح نجس وكان يسكن في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا حتى بسلسلة لأنه كان قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وحطم القيود فلم يقدر أحد أن يخدعه وكان دائما ليلا ونهارا في القبور وفي الجبال يصيح ويجرح نفسه بالحجارة فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم قائلا ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي أستحلفك بالله أن لا تعذبني لأنه قال له اخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس وسأله ما اسمك فقال اسمي لجيون لأننا كثيرون وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الإقليم وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى فطلب إليه قائلين أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها فأذنا لهم يسوع فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع من المنحدر إلى البحر وكان نحو ألفين واختنق في البحر وأما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الدياع فجاء الناس ليروا ما جرى وجاءوا إلى يسوع ورأوا المجنون جالسا لابسا وعاقلا وهو الذي كان فيه اللجيون فخافوا وحدثهم الذين رأوا بما جرى للمجنون وعن الخنازير فأخذوا يطلبون إليه أن ينصرف عن تخومهم وفيما هو يدخل القارب طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه فلم يدعه بل قال له اذهب إلى بيتك وإلى أهلك واخبرهم بما سنع الرب بك وكيف رحمك فمضى وابتدأ ينادي في المدن العشر بما سنع به يسوع فتعجب الجميع ولما عاد يسوع وعبر القارب إلى الجانب الآخر اجتمع إليه جمع غفير وكان على شاطئ البحر فأتى إليه واحد من رؤساء المجمع اسمه يايروس ولما رآه سجد عند قدميه وابتهل إليه بإلحاح قائلا ابنتي الصغيرة على آخر نسمة هلما وضع يدك عليها لتشفى فتحيا فمضى معه وتبعه جمع غفير وكانوا يزحمونه وإذا امرأ بها نزف دم منذ اثنتي عشرة سنة وكانت قد كابدت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أسوأ فلما سمعت بخبر يسوع جاءت في الجمع من خلفه ولمست رداءه لأنها قالت إن لمست ولو ثيابه شفيد وفي الحال وفي الحال توقف نزيف دمها وأحست في جسمها أنها قد برئت من الداء وإذ شعر يسوع في نفسه بأن قوة قد خرجت منه التفت حالا إلى الجمع وقال من لمسا ثيابي فقال له تلاميذه أنت تنظر الجمع يزحمك وتقول من لمسني وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة عالمة بما جرى لها وسجدت له وقالت له الحق كله فقال لها يا ابن إيمانك قد أنقذك اذهبي بسلام وكون معافاة من دائك وبينما هو يتكلم جاء قوم من دار رئيس المجمع وقالوا ابنتك قد ماتت فلماذا تزعج المعلم بعد فلم يعر يسوع الكلمة التي قيلت التفاتا وقال لرئيس المجمع لا تخف آمن فقط ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويحن أخ يعقوب وجاء إلى بيت رئيس المجمع فرأى ضجيجا وأناسا يبكون ويولولون كثيرا فدخل وقال لماذا تضجون وتبكون إن الصبية لم تمت لكنها نائمة فضحكوا منه أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين كانوا معه ودخل حيث كانت الصبية وأخذ بيد الصبية وقال لها طليس قوم الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي وفي الحال قامت الصبية ومشت لأنها كانت ابنة إسنتي عشرة سنة فاعتراهم فاعتراهم في الحال دهش عظيم فأمرهم بشدة أن لا يعلم أحد بذلك وأوصى أن تعطى لتأكلا الإنجيل حسب مرقص الفصل السادس وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه ولما كان السبت أخذ يعلم في المجمع وكثيرون إذ سمعوا ذهلوا قائلين من أين لهذا هذه وما هذه الحكمة التي أوتيها ومثل هذه القوات التي تجري على يديه أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخ يعقوب ويوسي ويهوذ وسمعان أوليست أخواته هاهنا عندنا فكانوا يعثرون به فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم وتعجب من عدم إيمانهم ثم جال في القرى المحيطة يعلم ودعا الإثني عشر وبدأ يرسلهم إثنين إثنين وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة وأوصاهم أن لا يحمل شيئا للطريق غير عصى فقط لا خبزا ولا حقيب للزاد ولا نقودا في المنطقة بل يحتذوا بنعال ولا يلبس ثوبين وقال لهم حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه إلى أن تغادروا ذلك المكان وأي موضع لا يقبلكم ولا يسمعون لكم فيه فعندما تخرجون منه انفضوا الطراب الذي تحت أقدامكم شهادة عليهم الحق قول لكم إن حالة سدوم وعمور يوم الدين ستكون أكثر احتمالا مما لتلك المدينة فمضوا ونادوا أن يتوبوا وأخرجوا شياطين كثيرين ودهنوا بزيت مرضى كثيرين وشفوهم فسمع به الملك هيرودوس لأن اسمه صار مشهورا وقال بعضهم إن يوحن المعمدان قد قام من بين الأموات ولذلك تعمل فيه هذه القوات وقال آخرون إنه إيلي وقال آخرون إنه نبي كأحد الأنبياء ولكن لما سمع هيرودوس قال إن يوحن الذي قطعت أنا رأسه قد قام فإن هيرودوس هذا كان قد أرسل وقبض على يوحن وأوثقه في السجن من أجل هيرودية امرأة في لبوس أخيه لأنه كان قد تزوج بها لأن يوحن كان يقول لهيرودوس لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك فحنقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر لأن هيرودوس كان يهاب يوحن لعلمه أنه رجل بار وقديس وكان يحافظ عليه وإذ سمعه تحير كثيرا ومع ذلك فقد سمعه بسرور وإذ كان يوم موافق لما صنع هيرودوس في مولده عشاء لعظمائه وقواد الألوف وأعيان الجليل دخلت ابنة هيرودية هذه ورقصت فسرت هيرودوس والمتكئين معه إلى المائدة فقال الملك للفتاة اطلب مني ما تشاءين فأعطيكي وأقسم لها لأعطينك مهما طلبت مني حتى نصف مملكتي فخرجت وقالت لأمها ماذا أطلب فقالت الرأس يوحن المعمدان فدخلت في الحال بسرعة إلى الملك وطلبت قائلا أريد أن تعطيني في الحال رأس يوحن المعمدان على طبق فحزن الملك جدا ولكن لأجل الأقسام والمتكئين لم يرد أن يردها وفي الحال أرسل الملك شرطيا وأمر أن يؤتى برأسه فمضى وقطع رأس يوحن في السجن وأتى برأسه على طبق وأعطاه للفتاة والفتاة أعطته لأمها ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جثته ووضعوها في قبر واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء كل ما فعلوا وكل ما علموا فقال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع منعزل واستريح قليلا لأن القادمين والذهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل فمضوا في القارب إلى موضع منعزل منفردين فرآهم الجمع منطلقين وعرفهم كثيرون فبادروا إلى هناك راجلين من جميع المدن وسبقوهم ولما خرج من القارب رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم إذ كانوا كغنم لا راعي لها وابتدأ يعلمهم أشياء كثيرة وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه تلاميذه قائلين الموضع منعزل والساعة متأخرة اصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقرى التي حولنا ويبتاع لهم خبزا لأن ليس عندهم ما يأكلون فأجاب وقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له أنمضي ونبتاع خبزا بمئتي دينار ونعطيهم ليأكلوا فقال لهم كم رغيفا عندكم اذهبوا وانظروا ولما علموا قالوا خمسة وسمكتان فأمرهم أن يجعلوا الجمع يتكئون جماعات جماعات على العشب الأخضر فاتكأوا صفوفا مئة مئة وخمسين خمسين وأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين وتطلع إلى السماء وبارك ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم وقسم السمكتين للجميع فأكلوا كلهم وشبعوا ورفعوا من الكسر ومن السمك إثنتي عشرات قفة مملوئة وكان الذين أكلوا الأرغفة خمسة آلاف رجل وفي الحال ألزم تلاميذه أن يدخلوا القارب ويسبقوا إلى الجانب الآخر إلى بيت صيدة ري ثم يصرف الجمع وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي ولما جاء المساء كان القارب في وسط البحر وكان هو على البر وحده ورآهم معذبين في الجذف لأن الريح كانت ضدهم ونحو القسم الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فالصرخوا لأن الجميع رأوه واتربوا ففي الحال كلمهم وقال لهم ثقوا أنا هو لا تخاف وصعد إليهم إلى القارب فسكتت الريح فذهلوا وتعجبوا في أنفسهم جدا إلى الغاية لأنهم لم يفهموا أمر الأرغفة إذ كانت قلوبهم عمياء ولما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارات وأرسوا ولما خرجوا من القارب في الحال عرفوه فطافوا جميع تلك البلاد المحيطة بها وابتدأوا يحملون المرضى على فرش إلى حيث سمعوا أنه هناك وحيث ما دخل إلى قرى أو مدن أو ضياع وضعوا المرضى في الأسواق والتمس منه أن يلمس هؤلاء ولو هدب ثوبه وجميع من لمسوه شفوا الإنجيل حسب مرقص الفصل السابع واجتمع إليه الفرسيون وبعض من الكتب قادمين من أوروشاليم ورأوا بعض من تلاميره يأكلون خبزا بأيد نجس أي غير مغسولة فأن الفرسيين وكل اليهود كانوا لا يأكلون ما لم يغسلوا أيديهم باعتناء متمسكين بتقليد الشيوخ وكانوا إذا أتوا من السوق لا يأكلون ما لم يغتسلوا وأشياء أخرى كثيرة تسلموها ويتمسكون بها من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس فسأله فسأله الفرسيون والكتب لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبزا بأيد نجس فأجاب وقال لهم حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس فإنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس غسل الأباريق والكؤوس وأمور أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون وقال لهم حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم فقد قال موسى أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا وأما أنتم فتقولون إذا قال إنسان لأبيه أو أمه إنما كان لك لتنتفع به مني إنما هو قربان أي تقدم لله فلا تدعونه يفعل شيئا فيما بعد لأبيه أو أمه مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي تتناقلون وأشياء كثيرة مثل هذه تفعلون ثم عاد فدع الجمع إليه وقال لهم اسمعوا لي كلكم وافهموا ليس شيء مما هو خارج الإنسان يمكنه إذا دخل فيه أن ينجسه لكن الأشياء التي تخرج من الإنسان هي التي تنجس الإنسان إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ولما ترك الجمع ودخل البيت سأله تلاميذه عن المثل فقال لهم أفأنتم أيضا هكذا غير فاهمين ألا ترون أن كلما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف ثم يخرج إلى المرحاض فععلن يسوع بذلك أن كل الأطعم طاهرا ثم قال إنما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان فمن الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة الفسق السرقة القتل الزنا الطمع الخبث المكر العهارة العين الشريرة الاغتياب الكبرياء الحماقة جميع هذه الشرور تصدر عن الداخل وتنجس الإنسان ثم قام من هناك ومضى إلى نواحي سور وصيداء ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد ومع ذلك لم يقدر أن يختفي إذ في الحال سمعت بهم رأى لها ابن صغيرة بها روح نجس فجاءت ووقعت عند قدميه وكانت المرأة يونانية وجنسيتها سورية في نيقية فتوسلت إليه أن يخرج الشيطان من ابنتها وأما هو فقال لها دعي البنين أولا يشبعون لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لصغار الكلاب فأجابت وقالت له نعم يا سيد وصغار الكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتاة البنين فقال لها لأجل هذه الكلمة ذهبي قد خرج الشيطان من ابنتك فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابن متجع على الفراش ثم خرج أيضا من نواحي السور ومر في صيد إلى بحر الجليل في وسط إقليم المدن العشر وجاءوا إليه بأصم ألكا وطلبوا إليه أن يضع يده عليه فأخذه ناحيا عن الجمع ووضع أصابعه في أذنيه وتفلى ولمس لسانه وتطلع نحو السماء وتنهد وقال له إفثاء أي انفتح وفي الحال انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما فأمرهم أن لا يقولوا لأحد ولكن على قدر ما أمرهم كانوا ينادون أكثر كثيرا وذهلوا إلى الغاية قائلين إنه عمل كل شيء حسنا فقد جعل الصم يسمعون والبكم يتكلمون الإنجيل حسب مرقص الفصل الثامن وفي تلك الأيام إذ اجتمع أيضا جمع غفير ولم يكن لديهم ما يأكلون دعا يسوع التلاميذ إليه وقال لهم إني أشفق على الجمع لأنهم قد مكثوا معي الآن ثلاثة أيام وليس لديهم ما يأكلون وإن صرفتهم إلى بيوتهم جياعا خارت قواهم في الطريق لأن بعضا منهم قد جاءوا من بعيد فأجابه تلاميذه كيف يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية فسألهم كم رغيفا عندكم فقالوا سبعة فأمر الجميع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبعة الأرغفة وشكر وكسر وأعطى تلاميذه ليقدموا للجمع وكان معهم قليل من صغار السمك فباركها وأمر أن تقدم هذه أيضا فأكلوا وشبعوا ثم رفعوا من الكسر الفاضل سبعة سلال وكان الآكلون نحو أربعة آلاف ثم صرفهم وفي الحال دخل القارب مع تلاميذه وجاء إلى نواحد المانوس فخرج الفريسيون وأخذوا يباحثونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه فتنهد من أعماق نفسه وقال لماذا يطلبوا هذا الجيل آية الحق قول لكم لن يعطى هذا الجيل آية ثم تركهم ودخل أيضا القارب ومضى إلى الشاطئ الآخر ونسوا أن يأخذوا خبزا ولم يكن معهم في القارب سوى رغيف واحد وأوصاهم قائلا تنبهوا واحذروا من خمير الفريسيين وخمير هيرودوس فأخذوا يتباحثون بعضهم مع بعض قائلين ليس عندنا خبز فعلم يسوع وقال لهم لماذا تتباحثون أن ليس عندكم خبز ألا تدركون بعد ألا تفهمون أم هل قلوبكم عمياء لكم عيون ألا تبصرون ولكم آذان ألا تسمعون ثم ألا تذكرون حين كسرت الأرض فالخمسة للخمسة آلاف كم قفة مملوء كسرا رفعتم قالوا له إثنتي عشر وحين السبعة للأربعة آلاف كم سلا مملوء كسرا رفعتم قالوا سبعة فقال لهم ألا تفهمون بعد وجاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية وتفلا في عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل ترى شيئا فتطلع وقال أرأ ناسا ولكن أبصرهم كأشجار يمشون ثم وضع يديه أيضا على عينيه فتطلع بانتباه وعاد صحيحا وأبصر كل شيء جليا فأرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية في لبوس وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم من يقول الناس أني أنا فأخبروه قائلين يحن المعمدان وآخرون إيليا وآخرون واحد من الأنبياء فسألهم وأنتم من تقولون أني أنا فأجاب بطرس وقال له أنت المسيح فنهاهم من أن يقول لأحد عنه وأخذ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهن والكتب ويقتلى وبعد سلاثة أيام يقوم وكان يقول هذا القول جهرا فأخذه بطرس إليه وابتدأ يزجره فالتفت وأبصر تلاميذه فزجر بطرس قائلا تنحى عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس ودع الجمع مع تلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائفا ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل ومن أجل الإنجيل فإنه يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخصر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لأن من يستحي بي وبكلام في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع الملائكة القديسين الإنجيل حسب مرقص الفصل التاسع وقال لهم الحق أقول لكم إن من الواقفين هاهنا بعضا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحن وصعد بهم وحدهم إلى جبل عال على انفراد وتجل قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا لا يقدر قصار على الأرض أن يبيد مثل بياضها وظهر لهم إيلي مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع وأخذ بطرس يقول ليسوع يا سيد حسن أن نكون هاهنا فلنصلع سلاس مظال واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيلي لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين جدا وجاءت سحابة وظللتهم وجاء صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب فاسمعوا له فنظروا حولهم فجأة ولم يروا أحدا معهم غير يسوع وحده وفيما هم نازلون من الجبل نهاهم أن يخبروا أحدا بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من بين الأموات فحفظوا الكلام لأنفسهم وهم يتساءلون ما هو القيام من الأموات فسألوه قائلين لماذا يقول الكتب إن إيلي ينبغي أن يأتي أولا فأجاب وقال لهم إن إيلي يأتي أولا ويرد كل شيء وكيف أنه مكتوب عن ابن الإنسان أنه يتألم كثيرا ويرذل لكن أقول لكم إن إيلي قد أتى وقد عملوا به أيضا كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه ولما جاء إلى التلاميذ رأى جمعا كثيرا حولهم وكتبا يجادلونهم وفي الحال لما رأاه الجمع ذهلوا وركضوا وسلموا عليه فسألهم بماذا تجادلونهم فأجاب واحد من الجمع وقال يا معلم قد أحضرت إليك ابني فإن به روحا أخرس وحيث معطراه يطرحه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس وطلبت إلى تلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا فأجاب وقال لهم أيها الجيل غير المؤمن إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم قدموه إلي فقدموه إليه ففي الحال لما رآه الروح صرع الولد فسقط على الأرض يتمرغ ويزبد فسأل أباه منذ كم من الزمان أصابه هذا فقال منصباه وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه لكن إن كنت تستطيع شيئا فاشفق علينا وأعنا فقال له يسوع تقول إن استطعت إن كل شيء مستطاع للمؤمن ففي الحال صرخ أبو الولد وقال إني أومن فأعن عدم إيماني فلما رأى يسوع الجمع يأتون راكدين معا انتهر الروح النجس قائلا أيها الروح الأخرث الأصم أنا آمرك اخرج منه ولا تدخله من بعد فصرخ وصرعه بشدة وخرج فصار الولد كالميت حتى قال كثيرون إنه قد مات فأمسكه يسوع بيده وأقامه فقام ولما دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه فقال لهم هذا النوع لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم وخرجوا من هناك واجتازوا في الجليل ولم يرد أن يعلم أحد لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه ومتى قتل يقوم بعد ثلاثة أيام وأما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه وجاء إلى كفر ناحوم وإذ كان في البيت سألهم بماذا كنتم تتحدثون في الطريق فسكتوا لأنهم تباحثوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو الأعظم بينهم فجلس وناد الإثني عشر وقال لهم إن أراد أحد أن يكون أولا فليكن آخر الكل وخادما للكل ثم أخذ ولدا وأقامه في وسطهم واحتضنه وقال لهم من قبل واحدا من الأولاد مثل هذا لأجل اسمي فإنه يقبلني ومن قبلني فلا يقبلني أنا بل الذي أرسلني وقال له يوحنا يا معلم رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو لا يتبعنا فمنعناه لأنه لا يتبعنا فقال يسوع لا تمنعه لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا لأن من ليس علينا فهو معنا لأن من سقاكم كأس ماء باسمي بما أنكم للمسيح فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين به فخير له لو طوق عنقه بحجر الرحى وطرح في البحر وإن أعثرتك يدك فاقطعها خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم النار التي لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ وإن أعثرتك رجلك فاقطعها خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم النار في النار التي لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ وإن أعثرتك عينك فاقلعها خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ لأن كل واحد يملح بنار وكل ذبيحة تملح بملح الملح جيد ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تردون إليه مذاقه ليكون لكم في أنفسكم ملح وسالموا بعضكم بعضا الإنجيل حسب مرقص الفصل العاشر وقام من هناك وجاء إلى إقليم اليهودية وعبر الأردن فعادت الجموع واجتمعت إليه وكان أيضا يعلمهم كعادته ودنى إليه الفرسيون ليجربوه وسألوه هل يحل الرجل أن يطلق امرأته فأجاب وقال لهم بماذا أوصاكم موسى فقالوا لقد أذن موسى بكتاب طلاق فتخلى فقال لهم يسوع إنه من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية ولكن منذ بدء الخليق ذكرا وأنصى خلقهما الله من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته ويصير الإثنان جسدا واحدا من سماهما ليسا بعد سنين بل جسدا واحدا فما جمعه الله لا يفرقه إنسان وفي البيت سأله تلامذه أيضا عن هذا الأمر فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى فقد زنى عليها وإن طلقت امرأ زوجها وتزوجت بآخر فقد زنى وكانوا يقدمون إليه أولادا ليلمسهم فانطهر التلاميذ من قدموهم فلما رأى يسوع ذلك اغطاض وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إليا ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله واحتضنهم وباركهم واضعا يديه عليهم وفيما وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجسى له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصايا لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد شهادة زور لا تظلم أكرم أباك وأمك فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفزتها منذ سبايا وإذ نظر إليه يسوع أحبه وقال له يعوزك شيء واحد اذهب بيع كل مالك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني حاملا الصليب فانقبض لهذا الكلام ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله فذهل التلاميذ من كلامه فأخذ يسوع يقول لهم أيضا يا بنيا ما أعسر أن يدخل المتكلون على الأموال إلى ملكوت الله إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فاندهش إلى الغاية وقال بعضهم لبعض إذن من يستطيع أن يخلص فنظر يسوع إليهم وقال هذا غير مستطاع عند الناس ولكن ليس عند الله لأن كل شيء مستطاع عند الله وأخذ بطرس يقول له ها نحن قد تركن كل شيء وتبعناك فقال يسوع الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أم أو أبا أو أولاد أو حقول لأجل ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين والآخرون يكونون أولين وكانوا في الطريق صاعدين إلى أوروشليم ويتقدمهم يسوع وكانوا منذهلين وكان الذين يتبعون خائفين فأخذ الإثني عشر إليه وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له قائلا ها نحن صاعدون إلى أوروشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤصاء الكهنة والكتب فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيحزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه وبعد ثلاثة أيام يقوم وتقدم إليه يعقوب ويحن بن زبدي قائلين يا معلم نريد أن تفعل لنا كل ما نطلب منك فقال لهما ماذا تريدان أن أفعل لكما فقال له هب لنا أن يجلس واحد عن يمينك وواحد عن يسارك في مجدك أما يسوع فقال لهما إنكما لا تعلمان ما تطلبان هل تستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تعتمدا بالمعمودية التي أعتمد بها أنا فقال له نستطيع فقال لهما يسوع أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها وبالمعمودية التي أعتمد بها أنا تعتمدان أما الجلوس عن يمين وعن يسار فليس لي أن أهبه بل هو للذين أعد لهم ولما سمع العشرة أخذوا يغطاضون من يعقوب ويوحن فدعاهم يسوع وقال لهم أنتم تعلمون أن الذين يعدون حكام الأمم يسودونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم فلا يكون فيكم هكذا بل من أراد أن يصير عظيما فيكم يكون خادما لكم ومن أراد أن يكون أولا فيكم يكون للجميع عبدا لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين وأتوا إلى أريحة وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتي ماوس ابن تيماوس وهو متسول أعمى جالسا على الطريق فلما سمع أنه يسوع الناصري أخذ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داوود ارحمني فزجره كثيرون لكي يسكت ولكنه كان يزداد صراخا يا ابن داوود ارحمني فوقف يسوع وقال ادعوه فدعوا الأعمى قائلين له كف انهض إنه يدعوك فطرح رداءه ووثب وجاء إلى يسوع فخاطبه يسوع قائلا ماذا تريد أن أفعل بك فقال له الأعمى يا سيدي أن أبصر فقال له يسوع اذهب إن إيمانك قد شفاك فأبصر في الحال وتبعه في الطريق الإنجيل حسب مرقص الفصل الحادي عشر ولما قرب من أوروشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا عن جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما ذهبا إلى القرية التي أمامكما وحالما تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه إنسان بعد فحلاه واتيا به وإن وإن لكما أحد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب في حاج إليه فيرده إلى هنا سريعا فمضي ووجدال جحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلاه فقال بعض من الواقفين هناك ماذا تفعلان وأنتما تحلان الجحش فقالا لهم كما قال يسوع فتركوهما فأتياب الجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فجلس عليه وفرش كثيرون ثيابهم في الطريق وآخرون أغصاما قطعوها من الحقول والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يهتفون قائلين أوصنا مبارك الآت باسم الرب مبارك مملكة أبينا داوود الآتية أوصنا في الأعالي ودخل إلى أوروشليم إلى الهيكل ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان قد أقبل المساء خرج إلى بيت عنيا مع الإثني عشر وفي الغد لما خرج من بيت عنيا كان جائعا وإذ رأى من بعيد شجر مورقة جاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد إلا ورقا لأنه لم يكن أوان التين فخاطبها وقال لها لا يأكل أحد منك سمرا بعد إلى الأبد وكان تلاميذه يسمعون وجاءوا إلى أوروشليم ودخل الهيكل وأخذ يخرج من كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد السيارفة وكراسي باعة الحمام ولم يدع أحدا يجتاز الهيكل بمتاع وكان يعلم قائلا أما أما هو مكتوب بيت يدعى بيت صلاة لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وسمع الكتب ورؤساء الكهن وأخذوا يلتمسون كيف يهلكونه لأنهم كانوا يخافونه لأن الجمع كله كان منذهلا من تعليمه ولما أقبل المساء خرجوا من المدينة وفيما هم يجتازون في الصباح رأوا التين قد ذبلت من الأصول فتذكر بطرس وقال له يا سيد انظر إن التين التي لعنتها قد ذبلت فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم إيمان بالله الحق أقول لكم إن من يقول لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر وهو لا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فهو يكون له لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه في الصلاة فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم وإن لم تغفروا أنتم فإن أباكم الذي في السماوات أيضا لا يغفر زلاتكم وجاء وجاء وفيما يمشي في الهيكل أقبل عليه رؤساء الكهن والكتب والشيوخ وقال له بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا فقال لهم يسوع وأنا أيضا أسألكم سؤالا واحدا أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا أكانت معمودية يوحن من السماء أم من الناس أجيبوني فتشاوروا فيما بينهم قائلين إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به ولكن إن قلنا من الناس فقد كانوا يخافون الشعب لأن الجميع كانوا يعدون يوحن نبيا بالحقيقة فأجابوا وقالوا ليسوع لا نعلم فأجاب يسوع وقال لهم ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا الإنجيل حسب مرقص الفصل الثاني عشر وأخذ يحدثهم بأمثال إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصر وبن برجا وسلمه إلى كرامين وسافر إلى بلاد أخرى ولما حان الأوان أرسل إلى الكرامين عبدا ليأخذ من الكرامين شيئا من سمار الكرم فأخذوه وضربوه وأرسلوه فارغا ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فشج رأصه وأهانوه ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه ثم آخرين فضربوا بعضا وقتلوا بعضا وبقي له بعض ابن واحد حبيب أرسله إليهم أيضا أخيرا قائلا إنهم سيهابون ابني ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هل أم نقتله فيكون الميراس لنا فأخذوه وقتلوه وطرحوه خارج الكرم فماذا يفعل صاحب الكرم إنه يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين أما قرأتم هذا المكتوب إن الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا فحاولوا أن يقبض عليه ولكنهم خافوا من الجمع لأنهم أدركوا أنه قال المثل عليهم فتركوه ومضوا ثم أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيرودوسيين لكي يصطادوه في الكلام فلما جاءوا قالوا يا معلم نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا هل علينا أن نعطي أم لا نعطي فعلم رياءهم وقال لهم لماذا تجربون ني أحضروا إلي يدي نارا لأنظره فأحضروه فقال لهم لمن هذه الصورة والكتاب فقال له لقيصر فقال لهم يسوع أد ما لقيصر لقيصر وما لله لله فتعجبوا منه وجاء إليه الصدقيون الذين يقولون بأن لا قيامة هناك وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف ولدا فليأخذ أخوه المرأة ويقم نسلا لأخيه وكان هناك سبعة إخوة أخذ الأول امرأة ومات ولم يخلف نسلا فأخذها الثاني ومات ولم يخلف نسلا وكذلك الثالث ولم يخلف السبعة نسلا وآخر الكل ماتت المرأة أيضا ففي القيامة متقاموا لمن منهم تكون زوجة لأن السبعة اتخذوها زوجة فقال لهم يسوع ألستم لهذا تضلون إذ أنكم لا تفهمون الكتب ولا قوة الله لأنهم متقاموا من الأموات لا يتزوجون ولا يزوجون بل يكونون كالملائكة في السماء وأما أن الأموات يقومون أفما قرأتم في كتاب موسى عن العليق كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فليس فليس إله أموات بل إله أحياء فلقد ضللتم إذن ضلالا عظيما وجاء واحد من الكتب وسمعهم يتجادلون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أي توصية هي أولى الكل فأجابه يسوع إن الوصية الأولى هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك وكل قوتك والثانية هي هذه تحب قريبك كنفسك وما من وصية أخرى أعظم من هاتين فقال له الكاتب حسنا يا معلم بالحق قلت إنه واحد وليس آخر سواه ومحبته بكل القلب وكل الفهم وكل القوة ومحبة القريب كالنفس أفضل من جميع المحرقات والذبائح فلما رأى يسوع أنه أجاب بحكمة قال له لست بعيدا عن ملكوت الله ولم يجسر أحد بعد ذلك أن يوجه إليه سؤالا وتكلم يسوع وهو يعلم في الهيكل فقال كيف يقول الكتب إن المسيح هو ابن داود فإن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك فداود نفسه يدعوه ربا فكيف يكون هو ابنه وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور وقال في تعليمه احذروا من الكتب الذين يرغبون المشي بالحلل الفضفاض والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكآت الأولى في الولائم الذين يأكلون بيوت الأرامل ويطيلون الصلوات رياء فهؤلاء سينالون دينونة أعظم وجلس تجاه الخزانة وكان يرقب كيف يلقي الجمع نقودا في الخزانة وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا وجاءت أرملا فقيرا وألقت في السين قيمتهما ربع آس فدعا تلاميذه وقال لهم الحق قول لكم إن هذه الأرملا الفقيرا قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة لأن الجميع ألقوا مما فضل عندهم وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها الإنجيل حسب مرقص الفصل الثالث عشر وفيما هو خارج من الهيكل قال واحد من تلاميذه يا معلم انظر أي حجار هذه وأي أبنية هذه فقال له يسوع أتنظر هذه الأبنية العظيمة إنه لا يترك حجر على حجر إلا وينقض وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحن وأنراوس على انفراد قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يوشكوا جميع هذا أن يتم فأخذ يسوع يقول لهم احذروا من أن يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين إني أنا هو ويضلون كثيرين فإذا سمعتم بحروب وبإشاعات حروب فلا تفزعوا لأنها لابد أن تكون ولكن لا يكون المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل في أماكن شتى وتكون مجاعات هذه بداية الأوجاع فانتبهوا لنفوسكم لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وتضربون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم وينبغي أن يبشر بالإنجيل أولا في جميع الأمم فمتى ساقوكم ليسلموكم فلتهتموا من قبل بما تتكلمون بل تكلموا بما يعطى لكم في تلك الساعة لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويميتونهم وسيبغدكم الجميع من أجل اسمي ولكن من يثبت إلى المنتهى فإنه يخلص فإذا رأيتم الرجس المخرب قائما حيث لا ينبغي أن يكون ليفهم القارئ حينئذ ليحرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذي على السطح فلا ينزل ولا يدخل ليأخذ شيئا من بيته والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ رداءه والويل للحوامل والمرضعات في تلك الأيام وصلوا لكي لا يكون ذلك في شتاء لأن تلك الأيام ستكون ضيقا لم يكن مثله منذ بدء الخليق التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لما كان يخلص بشر ولكنه لأجل المختارين الذين اختارهم قصر تلك الأيام حين إذن إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو ها هو ذا هناك فلا تصدقوا فسيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعملون آيات وعجائب لكي يضل المختارين لو أمكان فتنبهوا أنتم فها أنا قد أخبرتكم بكل شيء من قبل أما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فتظلم الشمس ولا يعطي القمر ضوءه وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع القوات التي في السماوات وسيبصرون حينئذ بن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة وبمجد وسيرسل عندئذ الملائكة ويجمع مختاريه من مهاب الرياح الأربعة من أقصى الأرض إلى أقصى السماء فمن شجرة التين تعلم المثل متى صار غصنها رطيبا وأخرجت أوراقا علمتم أن الصيف قريب وكذلك أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء حادثا فاعلموا أنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم إنه لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والأرض تزولان وأما كلام فلن يزول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب فانتبهوا واسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يحين الأوان فكأنه مثل إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان لكل واحد في عمله وأوصل بوابا أن يسهر فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت أفي المساء أم في منتصف الليل أم عند صياح الديك أم في الصبح لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما وما أقوله لكم أقوله للجميع إسهروا الإنجيل حسب مرقص الفصل الرابع عشر وكان الفصح وعيد الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة والكتبة يلتمسون وسيلة يقبضون بها عليه بمكر ويقتلونه فإنهم قالوا ليس في العيد لألا يحدث شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنيا متكئ إلى المائدة في بيت سمعان الأبرس جاءت امرأة ومعها قارورة طيب ناردين خالص كثير السمن فكسرت القارورة وسكبت الطيب على رأسه وكان قوم مغتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا أطلف الطيب هكذا فقد كان يمكن أن يباع هذا الطيب بأكثر من ثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء وكانوا يؤنبونها أما يسوع فقال اتركوها لماذا تزعجونها لقد صنعت بي صنيعا حسنا فالفقراء عندكم في كل حين ومتى شئتم تقدرون أن تحسنوا إليهم أما أنا فلست معكم في كل حين إنها صنعت ما في وسعها فقد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين والحق أقول لكم إنه حيث ما يبشر بالإنجيل في العالم كله يخبر بما فعلت هذه تذكارا لها ومضى يهود الإسخريوطي أحد الإسني عشر إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم ولما سمعوا فرحوا ووعدوا أن يعطوه فضة وكان يلتمس كيف يسلمه في فرصة مؤاتية وفي اليوم الأول من الفطير الذي فيه يذبح حمل الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي فنعد لتأكل الفصح فأرسل أثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء فاتبعاه وحيثما يدخل تقولان لرب البيت إن المعلم يقول أين حجرتي التي أكل فيها الفصح مع تلاميذي فيريكما عليا كبير مفروش معدى فأعد لنا هناك فانطلق التلميذان وأتيا إلى المدينة ووجدا كما قال لهما وأعد الفصح ولما أقبل المساء جاء مع الإثني عشر وفيما كانوا متكئين يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني وهو يأكل معي فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا هل أنا هو فقال لهم هو واحد من الإثني عشر الذي يغمس معي في الصحفة إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن الويل لذلك الرجل الذي يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الرجل لو أنه لم يولد وفيما هم يأكلون أخذ خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي ثم أخذ كأسا وشكر وأعطاهم فشربوا فشربوا منها كلهم وقال لهم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين الحق قول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرم إلى ذلك اليوم الذي أشربه فيه جديدا في ملكوت الله ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون وقال لهم يسوع كلكم ستعثرون لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد الغنم ولكن بعد قيام أسبقكم إلى الجليل فقال له بطرس لو عثر الجميع فأنا لا أعثر فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني أنت ثلاث مرات فقال بأكثر تأكيد ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك وهكذا قال جميعهم وجاءوا إلى ضيع اسمها جسيماني فقال لتلاميذه اجلسوا هاهنا ريس ما أصلي ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحن وطفق يرتاع ويكتئب وقال لهم نفسي حزين جدا حتى الموت أمكثوا هاهنا واسهروا ثم تقدم قليلا وسقط على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن كان ممكنا وقال أبا أي يا أبتي كل شيء مستطاع لديك فأجز عني هذه الكأس وليكن ليس ما أريد أنا بل ما تريد أنت ثم جاء فوجدهم نياما فقال لبطرس سمعان هل أنت نائم أما قدرت أن تسهر الساعة واحدة اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة إن الروح نشيط أما الجسد فضعيف ومضى أيضا وصل قائلا ذلك الكلام بعينه ثم رجع فوجدهم نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة ولم يدروا بماذا يجيبونه ثم جاء ثالثة وقال لهم هل لازلتم تنامون بعد وتستريحون يكفي قد أتت الساعة هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاط قوم نذهب هو ذا الذي يسلمني قد قربا وللحال فيما هو يتكلم أقبل يهود واحد من الإثني عشر ومعه جمع بسيوف وعصي من قبل رؤساء الكهن والكتب والشيوخ وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو فأمسكوه وقودوه بحرص وجاء للحال وتقدم إليه قائلا يا سيد وقبله فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه فأجاب يسوع وقال لهم هل خرجتم كأنه على لص بسيوف وعصي لتأخذوني كنت معكم كل يوم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني إنما هذا لكي تتم الكتب وتركه الجميع وهربوا وكان يتبعه شاب لابسا إزارا على عريه فأمسكوه فترك الإزار وهرب عريانا فذهبوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الكهنة وكان جالسا مع الخدام يستدفئ عند النار وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يلتمسون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا لأن كثيرين كانوا يشهدون عليه زورا ولم تتفق شهادتهم ثم قام قوم يشهدون عليه زورا قائلين نحن سمعناه يقول إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيدي وفي ثلاثة أيام أبني آخر غير مصنوع بأيدي ولا في هذا أيضا اتفقت شهادتهم فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا أما تجيبني بشيء ماذا يشهد به هؤلاء عليك أما هو فكان صامتا ولم يجب فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك فقال يسوع أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القدرة وآتيا في سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة في يبه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود لقد سمعتم التجديف ما رأيكم فحكم عليه الجميع بأنه مستوجب الموت فأخذ قوم يبسقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ واستقبله الخدام باللطمات وبينما كان بطرس في ساحة الدار في الأسفل جاءت إحدى ماء رئيس الكهنة فلما رأت بطرس يستدفئ تفرست فيه وقالت أنت أيضا كنت مع يسوع الناثري فأنكر قائلا لست أدري ما تقولين ولا أفهمه ومضى نحو الخارج إلى مدخل الدار فرأته الأمى وأخذت أيضا تقول للواقفين هناك إن هذا منهم فأنكر أيضا وبعد قليل قال الواقفون هناك لبطرس في الحقيقة أنت منهم لأنك جليلي أيضا فأخذ يلعن ويحلف إنني لا أعرف هذا الرجل الذي تتكلمون عنه وفي الحال صاح الديك ثانية فتذكر بطرس الكلام الذي قاله يسوع له إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني سلاث مرات فاندفع في البكاء الإنجيل حسب مرقص الفصل الخامس عشر وللحال في الصباح تشاور رؤساء الكهن والشيوخ والكتب والمجمع كله فأوثق يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطوس فسأله بيلاطوس أأنت ملك اليهود فأجابه قائلا أنت تقول وكان رؤساء الكهن يرفعون عليه شكاوى كثيرا فسأله بيلاطوس أيضا قائلا أما تجيب بشيء انظر كم شكاية يقدمون عليك أما يسوع فلم يعد يجب بشيء حتى تعجب بيلاطوس وكان يطلق لهم في العيد أسيرا واحدا من طلب وكان رجل يدعى باراباس موسقا مع أهل الفتنة ممن ارتكب في الفتنة قتلا فصعد الجمع وأخذ يطلبون ما كان يفعله لهم دائما فأجاب بيلاطوس قائلا أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود فإنه كان يعلم أن رؤساء الكهنة قد أسلموه عن حسدين أما رؤساء الكهنة فهيجوا الجمع كي يطلق لهم بالحري باراباس فأجاب بيلاطوس أيضا وقال لهم إذن فماذا أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود فصاح أيضا سلبه فقال لهم بيلاطوس وأي شر فعل فازداد سياحا سلبه وإذ كان بيلاطوس يريد أن يعمل ما يردي الجمع أطلق لهم باراباس وأسلم يسوع بعد أن جلده لكي يصلب فاقتاده الجند إلى دار إلى داخل الدار أي دار الولاية وجمعوا الكتيب كلها وألبسوه رداء أرجوانيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه وأخذوا يحيونه قائلين السلام يا ملك اليهود وكانوا يضربون رأسه بقصبة ويبسقون عليه ويسجدون له جاثين على ركبهم وبعدما هزأوا به نزعوا عنه رداءه الأرجواني وألبسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصلبوه وسخروا رجلا عابرا كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيريني أبو أليكساندروس وروفوس ليحمل صليبه وجاءوا به إلى موضع يقال له جلجثا الذي معناه موضع الجمجم وقدموا له خمرا ممزوجة بمر فلم يقبل وصلبوه واقتسموا ثيابه بينهم مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد وكانت الساعة السالسة لما صلبوه وكان عنوان علة إدانته مكتوبا ملك اليهود وصلبوا معه لصين واحدا عن يمينه وآخر عن يساره فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثما وكان المتجاوزون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين آه أنت يا ناقد الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك وانزل عن الصليب وكذلك كان رؤساء الكهنة يستهزئون فيما بينهم مع الكتب قائلين خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها لينزل المسيح ملك إسرائيل الآن عن الصليب لنرى ونؤمن وكان اللذان سلبا معه أيضا يعيرانه وعندما جاءت الساعة السادسة حلت على الأرض كلها ظلم حتى الساعة التاسعة وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم إلوي إلوي لما شبقتني ومعناها إله إله لماذا تركتني فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا إنه ينادي إيلية فركض واحد وملأ أسفنجة خلا ووضعها على قصب وجعل يسقيه وهو يقول دعنا نرى هل يأتي إيلية لينزله فأطلق يسوع صوتا عظيما وأسلم الروح فانشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل ولما رأى قائد المئة الواقف تجاهه أنه صرخ وأسلم الروح هكذا قال حقا كان هذا الإنسان بن الله وكانت النساء أيضا ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالوم اللوات تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل وأخريات أيضا كثيرات صعدنا معه إلى أوروشليم ولما أقبل المساء إذ كان الاستعداد أيما قبل السبت جاء يوسف الذي من الرامى وهو مشير في المجلس وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله وتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع فانذهل بيلاطس من أنه قد مات ودعا قائد المئة وسأله هل مات منذ زمن ولما عرف ذلك من قائد المئة وهب الجثمان ليوسف فاشترى كتانا وأنزله ولفه بالكتان ووضعه في قبر كان قد نحط في الصخر ثم دحرج حجرا على باب القبر وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضعا الإنجيل حسب ماركوس الفصل السادس عشر ولما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتينا ويدهنه وبكرنا جدا في أول يوم من الأسبوع وأتينا القبر وقد طلعت الشمس وكنا يقولن بعضهن لبعض من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر وتطلعنا فرأينا أن الحجر قد دحرج وكانا كبيرا جدا وإذ دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا رداء أبيض فانذهلنا فقال لهن لا تنذهلنا إن كنا تطلبنا يسوع الناصري المصلوب إنه قد قام ليس هو هاهنا هو ذا المكان الذي وضعوه فيه لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطروس أنه يسبقكم إلى الجليل فهناك طرونه كما قالا لكم فخرجنا وهربنا من القبر لأن الرعد والدهش أخذتاهن ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات وبعد ما قام باكرا في أول يوم من الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وكانوا ينوحون ويبكون فلما سمع هؤلاء أنه حي وأنها أبصرته لم يصدقوا وبعد ذلك ظهر في هيئة أخرى لسنين منهم يسيران ذاهبين إلى البرية وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا هذين أيضا وأخيرا وأخيرا ظهر للأحد عشر أنفسهم وهم متكئون إلى المائدة ووبخهم على عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه أنه قد قام وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وبشر بالإنجيل للخليقة كلها فمن آمن واعتمد خلص ومن لا يؤمن يدن وهذه الآيات تلازم المؤمنين يخرجون شياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة ويرفعون حيات بأيديهم وإن شربوا شيئا مميتا فلا يدرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون ثم بعدما كلمهم الرب يسوع ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله وأما هم فخرجوا وبشروا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلمة بالآيات التي تلازمها آمين